ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مهم جدا أن نستحذر بدايات نشأة دولة الكويت التي نشأت منذ أوائل القرن الثامن عشر تحديدا في عام 1716 ونؤكد على أن العلاقات بين العائلتين الكريمتين آل صباح وآل خليفة هي علاقات متجذرة كونها علاقات قربة وصلة رحم ودم منصهر وحقيقة هذه علاقات تربو على 300 سنة من عمر التاريخ دولة الكويت في واقع الأمر دولة مثال يحتذا في العطاء ونأعني كلمة العطاء بكل ما في هذه الكلمة من مفردة ومعاني ذلك أنها يديها ممتدة وبيضاء لكثير من الدول التي يكتنفها هزات أو انتكاسات سواء كانت طبيعية أو إنسانية ولا غروة في ذلك فحب الخير ومساعدة الآخرين ديدا في تركيبة المجتمع الكويتي دولة الكويت حقيقة أنصر هام من عناصر الاستقرار الاقتصادي والإقليمي والعالمي ولذلك تقوم بكثير من المهام والمساعي الحميدة في تجسير العلاقات العربية العربية من جهة والعربية بشكل عام مع الدول يعني مع النظام الدولي بشكل عام ولقد احتفت وزدانة مملكة البحرين منذ منتصف هذا الشهر بزيارة ميمونة لحاكم الكويت صاحب اسمه الشيخ مشعل الأحمد الصباح وفي إطار ما يعرف به زيارة دولة والتقى بأخيه جلالة الملك المعظم وقد تمخذت هذه الزيارة عن جملة من المباحثات والمناقشات التي تناولت آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والأقليمي والحقيقة بأن دولة الكويت حريف استراتيجي هام في الحوار البناء للكثير من القضايا التي باتت تؤرق العالم بشكل عام كقضية غزة على سبيل المثال نعم دكتورة في هذه المناسبة نحن بلا شك نجدد مشاعر المحبة الصادقة تجاه دولة الكويت الشقيقة وفرصة نستذكر من خلالها ما يجمعنا من روابط ومن علاقات متينة يعني وهي علاقات قديمة ومستمرة حتى هذه اللحظة بقوة وبنفس القوة والمتانة والصلابة يعني كيف تنظرين اليوم إلى مستقبل العلاقات بين البحرين والكويت نعم لا شك أن المستقبل باهر ومشرق حقيقة والشواهد والأدلة على ذلك كثيرة كما أن الأرقام كثيرة والأرقام لا تكذب كما تعلمون اليوم طالعتنا الصحافة البحرينية بحوار مع الشيخ ثامر الجابر الأحمر الصباح مع علي سفير دولة الكويت في مملكة البحرين وقد كان الحوار فيه جملة من الأرقام الكبيرة التي تنم عن متانة وثقل العلاقات التي تربطنا بدولة الكويت هناك في واقع الأمر ما يربو على ملياري دولار حجم استثمارات الكويتية في مملكة البحرين هناك على أرض البحرين 500 شركة كويتية هناك اللجنة العليا المنبثقة بين الدولتين تمخذت عنها ما يقارب 50 اتفاقية في أكثر من ميدان وأكثر من مجال على الصعيد الدبلوماسي الاقتصادي الاجتماعي الرياضي وقص على ذلك لدينا تقريبا ألف طالب كويتي يدرس في جامعات البحرين و140 طالب سنويا يتم إفادهم لمملكة البحرين لدينا ما يقارب 165 رحلة أسبوعيا بين البلدين في الطيران والأبنية والهياكل الكويتية على الأرض للمملكة البحرين كثيرة كبيت التنوين الكويتي كبنك الكويت الوطني كمجمع الأفنيوز والحقيقة هذا اندل على شيء إنما يدل على الحب الجارف بين القيادتين وبين الشعبين وبهذه المناسبة أدعو الله أن يستمر الأمن والأمان في منطقتنا في ظل آل صباح وآل خليفة الكرام بإذن الله الدكتورة بثينة خليفة قاسم أستاذ العلاقات الدبلية بجامعة البحرين شكرا جزيلا لك وللتوجدك شكرا جزيلا لكم